أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لدعم عمليات التوظيف والسيطرة على معدلات البطالة لافتاً إلا أن العالم العربي يصهر بالتجارب والخبرات الناجحة والمشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بمستويات التعليم والتدريب وتشغيل الشباب بفضل ما توفره أسواق العمل العربية من فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس وفد مملكة البحرين اليوم في الدورة الرابعة والاربعين لمؤتمر العمل العربي والتي تعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيق وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من التاسع إلى السادس عشر من إبريل الجاري وبحضور وزراء العمل بالدول العربية الشقيقة وأكد حميدان أن مملكة البحرين اتخذت خطوات عديدة نحو تنظيم وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية منها مشروع المعايير المهنية الوطنية والمرصد الوطني لسوق العمل ومشروع المستويات والاختبارات المهنية والتلمذة المهنية والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وغير ذلك من المشاريع قيد التنفيذ والتي ستسهم في تدعيم أسس التعليم والتدريب المملكة والارتقاء بالمخرجات والمهارات الخاصة بالموارد البشرية الوطنية للانخراط في سوق العمل وقيادته نحو مستويات أفضل من الانتاجية اشتركوا في القناة